هروح للزمالك الزمالك بيعيش حالة نشوة بعد الانتصار الخامس الأخير اللي تم على سجرادة الأنجولي والزمالك عنده ماتش صعب جدا على فكرة يوم الخميس مع النادي المصري اعتقد في برج العرب المباراة ولا فينا يا شباب في برج العرب حتكون يعني المفروض يعني فالمباراة دي بالنسبة لنادي الزمالك مباراة مهمة جدا انا هشوف اهو في برج العرب المطش هيكون في برج العرب يعني فالمطش بالنسبة لنادي الآن النادي المصري الحقيقة عامل برضو مسم جيد لحد ما المصري دلوقتي في المركز التاسع ب12 نقطة الزمالك في المركز العاشر ب11 نقطة والفرقتين لعبين 7 ماتشات المصري عايز يكسب والزمالك عايز يكسب المصري السنادي لعب 7 ماتشات كسبان 4 وخسران 3 ما بيتعدلش هيكسب بيخسر ما بيهزرش واحرز 9 جوال ودخل فيه 13 جول الزمالك كسبان 3 مباراة متعادل ماتشين خسران ماتشين والتعادلات والخسرات دي قبل ما يمسل كابتن ماتيمة جمال بس عشان الحق يقال يعني الزمالك جايب 14 جول وده اعلى معدل تهديفي في الدوري حتى الان الزمالك لعب 7 ماتشات والاهلي لعب 6 ماتشات بس الزمالك جايب 14 جول والاهلي جايب 12 جول اعلى معدل تهديفي لكن داخل فيه 9 جوال وده برضو نسبة مش قليلة والزمالك بيستعد لهذه المباراة بكل قوة وبيرغب في موسط الانتصارات وزا ما احنا بيقول ده بالانتصار بيجيب انتصار بيجيب انتصار بيجيب انتصار كابتن ماتيمة جمال بيواصل استعداداته لهذه المباراة وبيفصل ما بين الدوري وبين الكونفيدراليا بعدها هيبع عنده مواجهة مهمة جدا مع سجرادة الانجولي هتكون في انجولا وان شاء الله اذا حقق نتيجة اجابات تعادل على الاقل ان شاء الله يكسب ويتكتمل الانتصارات لكن على الاقل التعادل هيعني ان الزمالك خلاص يعني شبه ضمن التقاهل خلاص ودولا طبعا ضمن التقاهل 9 نقاط من 3 مباريات والارقام بتقول كده بتقول ان الزمالك متصدر مجموعةه بت9 نقاط ومش بس الزمالك يعني الزمالك 9 نقاط في مجموعته عندك كمان نهضة بركان 9 نقاط في مجموعته عندك كمان اتحاد العصيبة 9 نقاط في المجموعة اللي فهم يعني اعتقد الاندية ده امرت بالنسبة كبيرة بتقاهل لي الدور التالي الزمالك بقى عنده محمود حمد الوينش اللي الحمد لله وفق التقارير الطباء اللي جات خلاص اكتمل شفاقه في مرحلة التقاهل كمان تمت وحيبدأ مرحلة بقى المشاركة في التدريبات والحادة خبر مهم جدا ومعرفش هيلحق المنتخب ولا مش هيلحق المنتخب احنا عجلنا خبر سعيد جدا ان احمد حجازي ان شاء الله يستطيع المشاركة مع المنتخب في كاسر القوم الافريقية يا سلام بقى لو الوينش كمان الفترة الجاية شارك في التدريبات وبعد حالته كويسة الدكتور محمد وسامة قال ان هو يعني حيبقى مهتم جدا ان الوينش ياخد وقته والتحامات ما تتمش الا وهو جازم 100% من ناحية التقاهيل وناحية الطبية مش هستعجل الدفع به لكن بعد الفترة الجاية دي ان شاء الله من الاسبوع ده من نهاية الاسبوع ده هبتدي يعود بشكل تدريجي تدريجي محمود حمد الوينش في المشاركة مع نادي الزمالك وهيبصر مصلحة اللعيب في المقام الاول طبعا هل حيلحق كاسر القوم الافريقية يا سلام لو حجازي والوينش اللحق به في وجود محمد عبد المنعم اعتقد هتتحل قزمة كبيرة جدا 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 في دفاع المنتخب المصري ترجمة نانسي قنقر